من يحش عدن بالمتفجرات ومن يضرم النار في مدينة تحاول الوقوف على قدميها كعاصمة مؤقتة سؤال يفتح نافذة لرؤية صانع هذا الدمار وهو يطل برأسه من جديد ولكن على بثن سيارة مفاخغة أو عبوة ناسفة أو دراجة نارية على مدى أكثر من شهر ومنذ عودة سلطات الدولة من المنفى لم يتوقف سقوط القتلى والجرحى من المدنيين والقيادات الأمنية رغم كل ما تعلنه السلطات من تقدم على ساحة ضبط الانفلات الأمني أحدث تجليات هذا الانفلات مقتل مدني في اشتباكات بين قوى الأمن ومسلحين في مديرية المنصورة عقب ذلك ضبطت السلطات الأمنية عبوات ناسفة مزرعة في سيارة مركونة بشارع المعلى وسط مدينة عدن تبهت السلطات الأمنية بسرعة التعامل مع السيارة الملغمة قبل انفجارها لكن هذا لا يلغي حقيقة تصاعد حالة الانفلات الأمني في المدينة وهو أمر يعكس الصراع بين الدولة التي عادت من المنفى لمزاولة مهامها وبين المسلحين في حقبة ما بعد التحرير فكلما تقدم المسلحون تراجع حضور الدولة وتقلصت فرص ضبط الأمن ليست صدفة أعمال العنف التي شهدتها ولا تزال مدينة عدن وليس المراد منها فقط إلحاق الضرر بالأفراد والمنشئات وحسب لكنها تمثل جزءا أصيلا من الحرب التي تخوضها الميليشيا وأدواتها المزروعة في المحافظات المحررة الهدف الأكبر هو إرباك السلطات الأمنية وسلطات الدولة عن أداء مهامها ووضعها في موقف العاجز عن ضبط محيطها والوقوف جيدا على أرضية صلبة تمكنها من وضع اليد على كافة مساحات البلاد